قالت مجلة The Time إن الطائرات المسيرة لحزب الله تمثل عدواناً أو عدواً مراوغاً وشرساً لإسرائيل وأضافت المجلة أن الإنجاز الأحدث لأسطول الطائرات المسير التابع لحزب الله هو الإفلات من نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد الطبقات ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين وأحذر خبراء من عدم فعالية منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي في بعض الحالات رغم سعيها طيلة سنوات لتوفير حماية واسعة ضد الصواريخ بمختلف أنواعها